في موضوع آخر التصدير عالم يخشى الكثير من المتعاملين المحليين وروجه لأسباب مختلفة في هذا التقرير نستعرض قصة مستثمر جزائري استطاع أن يقتحم هذا الميدان ليس للترويج لمنتجاته فحسب بل لكل المتعاملين الراغبين في ذلك تقرير سوريا شعلال من مستورد بداية الألفينيات إلى مصدر نحو عدة وجهات من العالم اليوم هكذا بدأت قصة السيد عبد الرحمن صاحب أكبر شركة لتصدير المنتوجات الجزائرية المنتجات التي نصدرها أولا هي التمر زيت الزيتون البطاطا البصل التوم الملح فيها حوالي 25 منتوج جزائري حتى المنتوج جزائري مطلوب في الخالج والبدال التي نصدرها هم ذكرة أننا ماليزيا، اندونيسيا، روسيا وعننا الإفريقيا وعننا الخالج وعننا إمارات وعننا مقاطر إن شاء الله ثلاث ساعات فقط كانت كافية لإنشاء مستثمرة خاصة به في أندونيسيا يسعى من خلالها إلى تقليص فاتورة استيراد البن والكاكاو التي عرفت طريقها نحو الارتفاع في السنوات الأخيرة ولأن تجربة التصدير لا تزال حديثة بالجزائر فإن السيد عبد الرحمن واجه بعض الصعوبات في البداية بسبب ما أدرجته التكنولوجية الحديثة من تعديلات أعلى عالم التجارة كثيرون هم من من ولزوا علم التصدير لكن قلة فقط من أسعفهم الحظ للنجاح والمضي قدما السيد عبد الرحمن استطاع وعن جدارة أن يحجز تذكرة لمنتوجاته وأبناء بلده في الأسواق العالمية